طيب نرجع تاني لالنبارح والمصري كلمتك على مرسل كلها عايزة كلمك شوها على وثامة أبو علي وصفت أنا وثامة أبو علي قبل كده أنه هدية القدر للنادي الأهلي هدية القدر للنادي الأهلي طيب هل بتقول كده يعني عشان بيجيب جوال حلوة؟ هل بتقول كده عشان بيجيب جوال أصلا؟ ما هو الأصل أن المهاجم يجيب أهداف والأصل أنه هدفين الدوري يبقوا من الأهلي والزمالك الأندية اللي بتبقى عندها أكتر عدم الأهداف في الدوري الأهلي بقالوا كتير ما عندوش هدف للدوري من في قائمة الهدفين في المواسم اللي فاتت كلها الأهلي بقالوا فترة مش قادر يلاقي المهاجم اللي يسجل من ربع فرصة الهدف اللي جابهم بلح وسامة أبو علي هو وقف لوح دوكمانطية الجزاء مع مدافعي فريق المصري واحد غيره كنا نقول والله ما عليش أصل زحمة أصل الكرة جايله سريعة أصله مركبش الكرة صح أصله ما بيعافش يلعب بدماه بس هو بيعمل كل حاجة تعالي أقول لك وسامة أبو علي في 198 يوم بس مع النادي الأهلي عمل إيه 198 يوم تعالي شوية أرقام مزهلة يعني في الدور الموسم ده وسام لعب 15 مباراة سجل 12 هدف وصنع 3 يعني إيه؟ يعني سام في 15 هدف في 15 مباراة وكمان صنع فرصتين محققتين على مرمى منافسي الأهلي بنسبة نجاح 100% اللعب سجل هدف بالرأس وهدفين بالقدم اليسرى وتسع أهداف بالقدم اليمنى ورقلة جزاء وسام في آخر 8 مباراة محلية ساهم في 9 أهداف سجل 8 وصنع هدف وكان أكتر لعب الأهلي مساهمة في الأهداف منذ انضمامه للفريق دي أرقام وسام بالمناسبة يعني دون مبالغة والله نسبة النجاح اللي عند المهاجم بنسبة 100% دي يعني 15 مباراة مساهم في 15 هدف منهم 12 مسجلهم و3 صنعهم نسبة 100% دي ما تلاقي أشغل عند ميسي وكريستانو النالدو هتقول لي إيه الحق؟ ده بيقولك وسام زي ميسي وكريستانو يا عم بكلمك عن نسبة وعلى حجم المنافسة هنا وحجم المنافسة هناك بس النسب اللي هي 100% دي أو 100 وشوية في المية دي ما تلاقي أشغل عند ميسي وكريستانو النالدو عشان كده النوعية دي جديدة علينا في الدولة المصر مش النادي الأهلي بس جديدة علينا ما نعرفهاش مش شفناهاش قبل كده نسبة المية في المية نجاح دي طيب هل وسام بيسجل بالصدفة مثلا؟ بيسجل أي أهداف؟ بيسجل أهداف دمها تقيل تقبط في واحد وروح شايت كل أهداف أو معظم أهدافه حلوة ومتنوعة برجله اليمين ماشي برجله الشمال ماشي برأسه ماشي من داخل منطقة الجزاء ماشي من خارج منطقة الجزاء ماشي من ضربة جزاء ماشي بكل الأنواع إذن فهو مهاجم متكامل الأوصاف كامل الأوصاف تعالي وريك أهداف ليه وسام أبو علي خمس أهداف هتوريك إزاي وسام بيسجل بكل الطرق أدي هدف تعالي نشوف شوفت الأول الاستلام وهبا شطا على يمين الحارس من خارج منطقة الجزاء تصويبة قوية بقدم اليوم شوف أصلا شوف أصلا الاستلام ده علي لطفي في مباراة زد شوفي التاني إحنا جبنا إيه؟ من خارج منطقة الجزاء تصويبة من داخل منطقة الجزاء في بلدات المحلة جول استلام وسرعة وتحكم هايل في الكرة بيسجل هدف من داخل منطقة الجزاء قدام بيرامدز بشمالي جاتلي على شمالي جاتلي على يميني واخد بالك إيه بقى؟ بشماله بدقة بتوجيه مش بالشمال وهيه ونصيبه دي لرجل الضعيفة لا بيوجه هدي جبنا من بره ومن داخل منطقة الجزاء بيمينه ومن داخل منطقة الجزاء بشماله ودي براسه ودي براسه وبرضه مش يعني مش تصديد راس كده مثلا إيه ضعيفة ولا صدفة ولا بتاع راكب وموجه وعمل كل حاجة طيب وده قدام الداخلية جون من داخل الستة يرضى بقى مش من داخل منطقة الجزاء بكل الطرق وسام بيسجل مرة أخرى هدية القدر للنادي الأهلي بحث كثيرا كثيرا للنادي الأهلي عن مهاجم وأخيرا وجد وسام أبو علي يا بختك يا أهلي ويا بخت وسام أبو علي بالأهلي 100% وقد تخيل معايا كده لو وسام أبو علي ما كانش نضم للنادي الأهلي في يناير اسرح بخيالك يا مشجع يا أهلي لو وسام ما كانش موجود في النادي الأهلي بعد يناير كان إيه اللي حصل أهداف كتير وانتصارات كثيرة كان ربما ربما ما نعرفش كان ممكن ما تحصلش الديو سام مؤثر جدا ومؤثر جدا في هذه البطولة وعلى بعد هدفين من صدارة الدوري الممتز ترجمة نانسي قنقر